بسم الله الرحمن الرحيم اليوم درسنا للصف التاسع عن تركيب الجهاز العصبي ونتذكر اللي أخذنا الحصة السابقة أن الجهاز العصبي بتكون من قسمين مركزي ومن طرفي والجهاز العصبي المركزي بتكون من دماغ وحبل شوكي أما الطرفي بتكون من أعصاب دماغية وأعصاب شوكية بالإضافة لعقد عصبية وقلنا نذكر برضو حكينا أنه لو الجهاز العصبي المركزي أو الدماغ بالتحديد يوجد داخل الجمجمة أما الحبل الشوكي يوجد داخل العمود الفقري هلأ نكمل الموضوع عن تركيب الجهاز العصبي المركزي أو هو أهم جزء بالنسباننا اللي هو الدماغ هلأ الدماغ عندي إياها الرسمة موجودة بصفحة 60 لبداية الأمر يعد الدماغ عندي مركز العمليات الضبط العصبي العليا في جميع أنحاء الجسم والدماغ بالتحديد بتألف من عشرات المليارات من الخلايا العصبية هلأ زي ما عندي إياها الصورة بتوضح عندي إن هاي عندي في الأصل إنه الدماغ هو عبارة عن نصفين كرة إحنا ماخدين نصف واحدة منها ونتعرف على التركيب التاخلي فالدماغ عندي بتكون من ثلاث أزاء رئيسية أولها اللي هو الدماغ الأمامي لو انتبهنا على الصورة هيا عندي هادي اللي أنا عادي بلونه هذا يسمى الدماغ الأمامي والدماغ الأمامي بتكون عندي من ثلاث مكونات رئيسية اللي هي المخ والمهاد وتحت المهاد هلأ رح نتعرف اليوم على الدور وأو أهمية المخ في الدماغ أما المهاد وتحت المهاد رح نتعرف عليهم لما نيجي نأخذ عن ضبط الكيميائي هلأ الدماغ أو اللي هو المخ بالتحديد مسؤول عن مراكز العمليات العقلية العلية كالذكاء والتعلم والتفكير هلأ بالإضافة لجزء الدماغ الأمامي بتكون الدماغ ما يسمى بالدماغ المتوسط الوظيف الرئيسي هو يعمل على ربط الدماغ الأمامي بالدماغ الخلفي بالإضافة أنه له وظائف أخرى اللي هو مسؤول عن عملية الرؤية والسمع بالإضافة للنوم وضبط درجات حرارة الجسم والجزء الأخير في تركيب الدماغ هو عندي الدماغ المتوسط أو هو آسف اللي هو عندي ما يسمى بالدماغ الخلفي ويتكون عندي من المخيخ وتتكون عندي بالإضافة للنخاع المستطيل عنديها بالرسمة زي موضح اللون الأخضر عندي تسمى المخيخ أما عندي إياها هاي النخاع المستطيل اللي هي تاب على تركيب الدماغ الخلفي برضو بالإضافة عندي جزء من الدماغ يسمى الدماغ المتوسط والقنطرة والنخاع المستطيل التلاتي مع بعض يشكلوا تركيب يسمى جذع الدماغ بداية الأمر نتعرف أنه المخيخ زي ما إحنا موضحين عندي بالرسمة هون اللي اللونها أخضر مسؤولة عن اتزان الجسم بمعنى آخر مسؤولة عن طبيعة أنه تساعد على تنصيق حركتنا زي المشي أو الركض أو ركوب الدراجي يكون عندي تنصيق على حركات الجسم الآن الدماغ المتوسط بمساعدة اللي هما الثلاث أزاء اللي تعرفنا عليهم اللي هما الدماغ المتوسط والقنطرة والنخاع المستطيل يشكلوا ما يسمى بجذع الدماغ التلاتي مع بعض مسؤولين أو مسؤولين عن أكتر من وظيفة أهمها إنه هما يعني حلقة وصل أو بيساعدوا على تمرير الرسائل العصبية اللي بترسلها النخاع الشوكي بالإضافة إنها كمان بالعكس يعني هنا هي رح تبعث الرسائل العصبية اللي رح ترسلها الدماغ إلى الحبل الشوكي كمان بالإضافة إنه مسؤول اللي هي جذع الدماغ على نبض القلب وعمليات التنفس وزي عندي هون حتى بصفحة واحد سبعين أي اللي هي عندي واحد وستين عاملين مراجعة لبعض الوظائف وعشان يذكرنا نحدد من أي جزء مسؤول عنها للدماغ اللي هي زي اتزان الجسم الاتزان الجسمي إنه بيساعد على تنصيق حركات الجسم اللي هون المخيخ عندي الذكاء المسؤول عنها اللي هي المخ وتنظيم نبضات القلب اللي هما عندي جذع الدماغ تمام يا تاسع والإضافة عندي هون يا هم صفحة اتنين وستين هي المادة تكمن بأهمية الحبل الشوكي وبس باختصار الجزء بسيط لأن هالمادة محذوفة من التربية لأنه تكمن أهمية الحبل الشوكي إنه يعمل على نقل السيالات العصبية نعمل على نقل السيالات العصبية من أعضاء الحس إلى الدماغ أو العكس من الدماغ إلى أعضاء الاستجابة بالإضافة لدور رئيسي وهي عملية رد الفعل المنعكس رد الفعل المنعكس مراجعة سريعة تاسع أنا أهم إشي بهمنا تركيب الدماغ إنه الدماغ عندي بتكون من جزء الزاء اللي هما أمامي وخلفي ومتوسط وإنه الجزء الأمامي بتكون من المخ والمهاد وتحت المهاد وإنه تركيب المخ أو وظيفته بساعد على عملية التفكير أو الذكاء أو التعلم أما المخيخ بساعد على اتزان حركات الجسم وإنه الدماغ واللي هي القنطرة والنخاء المستطيل التلاتسة مع بعض بساعده على عملية التمرير الرسائل العصبية بالإضافة لنبضات القلب والتنفس وإن شاء الله الحصة القادمة رح نكمل معاكم باقي مكونات الجهاز العصبي